السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا مرة اخرى في الجزء الثاني اللي خصناه القانون تعود بالنسبة للأطفال والحركة المفرطة وتشتط الانتباه. اذا سنبدأ على بركة الله في الجزء الثاني اللي سنتكنمو فيه على الاطفال دوء الحركة المفرطة اللي انهما عندهم تاريخ الازدية ديرهم بين 13 و 21 فأهلا وسهلا مرة اخرى ومرحبا بكم وما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش نمسلككم بكل جديد وما تنسوش في تعليق ديركم اللي بها كان نلقاو ونبحثوه ونتعاملوا ونتعاونوا من اجل واحد نتجة مرضية. فاهلا وسهلا وسهلا مرة اخرى وعلى برأسي باركة الله نبدأ الحلقة ديالتنا الف الجزء الثاني. اذا كيف ما قلنا سنشوفوا هالالاطفال دوء الحركة المفرطة والتي في تاريخ الازدية ديالهم طبيعة الحركة لما بين 13 10 و 21 11. كان اخذوا دائما كما سبقيننا قلنا كان اخذوا العشرة اللولى والعشرة الثانية والعشرة الثالثة كيعطينا تلات الانواع ديال هاد او تلات الفئات ديال هاد الاطفال دوء الحركة المفرطة يعني اه شيء او واحدين ما كيشبهوش للاخرين في بعض الاشياء الايجابية او السلبية فيهم يعني المثلان ذاكش طبيعة دياله لولا نتكلمو عنها نتكلمو عنه نتكلمو عنه نتكلمو عنه من خلال طبيعة دياله كيفاش يفكر كيفاش يتعامل مع الاشياء اه كيفاش يتعامل مع الاسرة دياله كيفاش يتعامل مع الاسرة دياله كيفاش يتعامل مع الاسرة يعني على شوء بعد مرة كتحس بانه عانيد او ما شبهه دليك او كتحس بانه بطيء او تشعروا انه حركي بزاف او اذا هذا مسائل كلها هي هي في الطبيعة الفكرية دياله والبرمجة اللي بنا نسميها ديك البرمجة اللي تكون فيها ديك الفكر دياله كامل تكون في واحد المدة ديال الطفورة هذا كعليش من اهم الاشياء ما بين فترة الولادة حتى السبع سنين لك ما بين فترة الولادة حتى السبع سنين راك يجمع فيها واحد للنسبة كبيرة وعالية من التكوين دياله يعني ولدك بيتشوفه لكي يكبر رتيبة لكي في سبع سنين اشناه سبع سنين سنين راكمل كتبقى لي واحد عشره خمستاش في مية اللي كتبقى متنان بش يكون الحياة دياله كاملة بالفكر دياله بالاساليب اللي بنا نسميهم ديك الاساليب اللي تتعمل بهم في الحياة لا مع الكبير لا مع الصغير لا مع اه المسؤولين دياله لا دائما كي يبال لك من سبع سنين راكمل الاتجاه دياله وتيكمل في را ممكنش يبدو لك اذا ابو يبدو لك تبدو لك وديك خمسة عشر مية اللي بنتي يدير سخنا بلا موديفكاسيون هذا الموديفكاسيون يعني انه تغيير شوية شوية ولكن را نسبة كما قلنا ديال تمانين او خمسة وثمانين ولا تسعين في المية راكم لا ياتي يوصل انه يكملها ما بين فترة الولادة دياله حتى السبع سنين اذا اولدك كيف ترى سبع سنين سوف ترى سبع سبع سنين بحال بحال قلنا مع بعض التعديلات الصغيرة رايلة بقى لك ماتنا مرخيرا 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 رايلة كان حاق راحا يعني التعديلات ديالة خمسة وثمانين مية لا تقضر عليها خمسة وثمانين مثلا لا تقضر عليها لانه تقضرنا وتكوننا وخضينا التأطير من الاوصرة ديالنا من مدرسين ديالنا كده فاديك المدة اللي قلنا بأنه ديالة ثلاثة ستة حتى السبعة وغادي نجي ونغيره ونغيره المنظومة كاملة لا لا تقضر عليها لانه تقضر عليها لانه تقضر عليها لانه يكمل لا تقضر عليها لانه يمكنك الحركة المفرطة لانه يمكنك التعامل لا تقضر عليها لانه يمكنك التعامل يساعد يعني يستخدم يعني نقول خدوم يعني هو مثلا كما قلنا يعاونك تلقى في جنبك هذه المسائل وهو طفل يتعامل معك على هذا المستوى ثم في إطار العلاقة دياله مع الناس اللي تكون معهم إذا انتلاقا دائما لانه من الأسرة سيكون مهيمين يريد أن نسيطر عليها نستطيع أن نقوله بأنه بعدما تنصفه بالاناني يريد أن نسيطر عليها إذا مهيمين هذه الهيمنة عن الأشياء كل شيء يريد أن يستحوض عليها هو الحادث اللاعب تحكم في الأطفال هذه المسائل تستطيع أن تكون عنده بما يسمى مهيمين ثم بالتالي سيكون محبوب لا يسمى مهيمين فهو محبوب إذن رغم هذه الهيمنة على الناس فهو محبوب عندهم ما لقيته فهو محبوب ثم عندهم ما يسمى بالإلهام إذن ملهم دائما تحس بأنه عندهم نعمل حرارة موجودة حرارة أو دفء مثلا في الحديث ودفء في التعامل رغم كما قلنا هذا أنه مهيمين إذن لماذا؟ لاحظوا لقيته مهيمين لقيته ملهم و القيته محبوب إذن مهيمين ليس سيطرة رغم هذه السيطرة لديه من أشياء و أخرى التي تجعله تدوز له هذه الهيمنة على الأشياء تدوزة من غير ما قدرون نقوله بأنه نصفه بالأناني ثم ممطارة هو ليين و تكلمت هذا برا نقسمه على ثلاثة رغم لا شيء واحد سيجلقى فيه هذا الشيء لا شيء هذا من هنا لأنه سيجلقى فيه هذا الشيء إلا نقسم على ثلاثة يعني كل واحد يقدر واحد يقول لك ولدك 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 لأنه لا يوجد لا نعرف هو بالتحديد خاصة نحدده من لكي نعطيب هذا لا يتحدده يعني كائن ضروري لا يمكن إشعاعه حتى لا يكون صورة من هذه الأشياء ثلاثة يعني من هذا لهذا ضروري تتلقى بشكل كبير يكون هنا 0 هنا المليو هنا 30 إذن 0 من 0 حتى 15 ومن 15 حتى 30 إذن نقسم على ثلاثة كما قلنا من 0 إلى 10 ومن 10 مثلا من 0 إلى 14 ومن 14 إلى 25 إذا نقول 23 أو لا نريد أن نقوم من 23 إلى 30 أو 31 حتى نرجع نكمله قلنا متشبت بالرأي إذن إذا كان مهم على الأشياء سيكون متشبت بالرأي لكن تشبت بالرأي في نتجاه هل اتجاه صحيح أم الخطأ إذا كان ما زال طفل قلنا بأن سيكون متشبت بالرأي يعني سنسميه عنيد إذن عنده العناد هذه الكلمة التي نقوله مثلا طفل حركة حركة وعنيد ومعنده تشتت الانتبات لا تتحرك إذن عانيد سمينا هنا عانيد سمينا هنا مثلا أناني حيث مهيمين سمينا هنا متشبت بالرأي عنيد يعني يعني يشد على الكلام الذي يقوله وهو الذي يجب أن يكون إذن هذا بالنسبة للركن الإجابي فيه إذا لم تشبت بالرأي بمعنى هناك يدخل لك ما كان طفل وترمشي لك لمرحلة المراهقة ثم لا يتشبت بالرأي إذن أقول لك يصل المراهقة وكان عندك ما زال طفل حركي بدأ منذن نقوله وما أنت يدخل في ما يسمى بلوع من الحركة التي تقوله فيها العناد عدم انصياء الأستيدة وهذا يتنقون بعد مرة يدخلوا الشغاب في الأقسام مثلا في الفوصل وكذا يدخلوا الشغاب يحب يكون محطة اهتمام الزملاء في القسم يكون لديه شكل يكون تلميذ لبين مثلا او لديه حضور يكون هذا الحضور ما حددناه هو إيجابي أو سلبي يكون ودائما يكون وفخر أن الناس يتكلموا عليه يعني تتكلموا على زملاء في القسم يتكلموا عليه بأنه قاسح وعر يدير يعني كما قلنا نختاره من نتجه واحد وللأسف الشديد نادرا لم يجدوا أنه ظاهر وموجود ومحطة تحديث الزملاء بحيث أنهم متربي متخلاق ويقرأ مزيان هذا المسائل يتجمعات فيه تتعود وتخلق لي حتى أي نوع من المشاكل الغيرة والحساد وما إلى غير ذلك فهنا يجب أن يكون لين مع الأصدقاء إذا كنت تتخدم مزيان مزيان لا يجب أن تكون تتعالى بل يجب أن تقرب من الناس الآن يجب أن يكون مزيان لك مشاكل أخرى إذا يجب أن نزول الركن السلبي والركن السلبي نقول بأن هذا النوع من الأطفال يكون قاسي يعني قاسح 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 عنده القاسوة عندما نقول القاسوة يجب أن نتكلم عليه في واحد الإطار أنه إلى كبير سيكون إنسان قاسي وهذا يجب أن نقوم على أو أو وصف الشكل الخارجي والروحي للإنسان سيكون قاسرة موجودة كبير ويجب أن نقاسي هنا يجب أن نجد متحجر القلب بأن قلب قاسح إذا هو كالشكل يجب أن نقاسي في التعامل ثم متحجر القلب لا يوجد عواطف أو الدراما لا يوجد عواطف أو 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 يعني أن يكون متحجر القلب كأن حجرة ومتعصب إذن هنا متشبت بالرأي ديال ومهيمين متعصب هذا متعصب يعني تلط وتتعصب غضب يعني إنسان شديد غضب أو إنفعال أو إنفعال السلبي ويجب أن نسميه هذا يجب أن يجعله يحقق على ما يتعامل لأنه حقود إذن هؤلاء سوف يكون هذه المسائلة في الطبيعة ويجب أن نقول حقود لكي لا نرى منذب ونرى هذه الصورة يجب أن الرقن السلبي يغلل العلاج أنه يجب أن نقلب لكي نعالج هذه المسائلة مثلا إذا كنا سنصدق إذا سنصدق إذا سنصدق إذا سنصدق لكي فنحاول نعطيه هو أنه يعطيه ليس ما نحاول نحاول أنه يعطيه لكي سنصدق لكي سنصدق لكي إذا لا سنصدق لكي لكي لا لا لدي سنصدق لكي سنصدق لكي لكي نحاول لكي يجب أن أعطيه بسيطة لأنه أطفال لا سنصدق لكي سنصدق لكي سنصدق لكي نحاول هذا ما يسمى بالحقد هو الطفل لكي لديه شديد شك إذا هنا كان لكي نخرج من الطفل الحركي أو الطفل الأطفال نخرج منهم وندخل المراهق داخل المجتمع شديد شك إذا تشك هنا تصدق نوع من الوسوس هنا نسمى الوسوس القهري يكون لديه الحركة المفرطة والوسوس القهري إذا يكبر معه سواء يجب مشاكل نفسية عميقة وفي الأخير سيجد عنيد إذا تشبت بالرأي هو العانيد إذا تشبت بالرأي تشبت بالرأي على المستوى الأصح ثم العناد إذا كانت يتعاند لكي يصل إلى نتيجة العانيد خير من الذي يحقد ويحسد إذا كانت عانيد يتعاند لكي يدير لكي تنجح إذا العناد تحاول يتعاند للرأي الإيجابي يعني عنيد سيساعده لكن سيساعده في العناد البناء ليس هذا سيساعد العناد الذي سيجعله بنتجة جيدة إذا سيكون نهاية اليوم مع فرط الحركة عند أطفال ما بين ثلاثة وثلاثة المراحل يتعاند الحركة ثم يصبح خارج لمجتمع ثم يبني العلاقات خارجية داخل المجتمع الذي لا يعلم نتيجة مثلا إيجابية ثم هذه العلاقات التي تبني طفل مراعقة التي تبني بالها تعطيني الصورة التي تدخل معها بصراع الأجيال هكذا سنكون نهيت مع قانون التعود وهو العنوان حلقة اليوم قانون التعود كما شفت عينية ستبدأ انتلاقا من الآن إن شاء الله بشوية بشوية ندخله انتشتت الانتباه وقانون التعود هو تعود على شيء انتم تعودتوا عليه وتعود على أنه يكبر واحد لاستخلالية ذاتية وتتبقى على ما تستفهم كيفاش سنحاول نبني واحد العلاقة ما بيننا وبالاطفال والأبناء دينا سنكون نهيت شكرا وان شاء الله نتلقى في حلقة مقبلة